بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم علي سيدنا محمد ان شاء الله بأمر الله تعالى هنتكلم النهاردة على الوحدة التانية الوحدة التانية الجرامر بتاعها كان عندنا درسين زمن الماضي التام والصفات هنتكلم النهاردة بأمر الله تعالى على الصفات نركز درس الصفات درس معترم سال بس عايز تركيز اولا منيجي نتكلم على الادجكتفز الصفات الصفات عندنا بتنقسم الى ثلاث جزئيات الى اولاني طبعا comparative يعني مقارنة superlative يعني التفضيل equality يعني المساواة تاني اذا comparative مقارنة superlative تفضيل equality يعني المساواة خلي بالك من الكلام اذا درس الصفات او عشان احط الصفات بتاعتي في درس الصفات في عندي الثلاث جزئيات جزء بنسميه comparative مقارنة superlative التفضيل equality يعني المساواة قبل ما نتكلم على الدرس خالص لازم نعرف ان الاجكتفز الصفات عندنا نعيم اللي عندي صفات قصيرة يعني شكلها قصير وصفات طويلة يعني شكلها طويل صفات قصيرة شكلها صغير زي كلمة fat زي كلمة fast زي كلمة long كل دي صفات قصيرة صفات طويلة زي كلمة expensive زي كلمة comfortable زي كلمة dangerous dangerous يعني خطيف اذا عشان ابص على الدرس قلنا اتفانى ان درس الصفات عندي ثلاث فئات فئة comparative يعني المقارنة superlative لصفات التفضيل equality المساواة لما نيجي نتكلم على الدرس لازم نعرف ان الصفات عندنا نعيم صفات قصيرة زي كلمة fat fast room قصيرة اي شكلها صغير وصفات طويلة زي كلمة expensive زي كلمة comfortable زي كلمة dangerous اذا عشان استخدم الصفة لازم اولا اعرف نوعها صفات قصيرة ولا صفات طويلة نسمي الله بقى كده ونصلي على رسول الله يا بركة رسول الله لما نيجي نتكلم على comparative المقارنة صفات المقارنة او الصفة عشان استخدمها في المقارنة المقارنة بتاعتي عشان اعط الصفة في المقارنة لازم يتوافر في جملة حاجتين اولا لازم يكون عندنا طرفين المقارنة اذا لما اجا قرن لازم يكون عندي طرفين المقارنة اللي انا اقارب بين ده او ده في عندي طرفين اذا جملة المقارنة الى الكمبراتف لازم يكون عندي طرفين ولازم الاقي كلمة زين اذا المقارنة الى الكمبراتف بتاعتي ممكن يجي له جملة يطرد اني جزء من مقارنة صفات او اني فيها يطرد الكمبراتف يطرد السوبرلاتف يطرد الاجوالاتف اذا الكمبراتف المقارنة محتاجة طرفين المقارنة محتاجة طرفين المقارنة ثم كلمة زين اذا عشان احط مقارنة لازم عندي طرفين المقارنة ثم كلمة زين كلمة زين خلي بارك ما اهم الكلام لو اتحطت بلا صفة اعرف ان الصفة دي لازم نحدد نوعه عشان نعرف ما تعمل معك لو الصفة دي صفة قاصيرة ولا صفة طويلة ركز اوي اذا المقارنة لازم يكون عندي طرفين المقارنة ثم كلمة زين لازم كلمة زين لازم كلمة زين كلمة زين بالصفة يا أطرق يا صفة صغيرة ولا صفة طويلة اذا كانت صفة قصيرة هنزود لها ا ا ا ا ا ا ا اما اذا كانت صفة طويلة هنعطتها يا أطرق يا أم مور يا أم لس وكلمة مور يعني اكثر ولس يعني اقل ركز اوي اذا في المقارنة في المقارنة لازم لازم طرفين عمري ما اقارن وانا عندي طرف واحد عمري ما اقارن وانا عندي اربعة عمري عمري ما اقارن وانا عندي اربعة لازم يكون عندي طرفين طرفين المقارنة طرف مفرد والتاني جان ما فيش مشكلة الطرفين واحد مفرد والتاني مفرد عادي واحد عقل والتاني غير عاقل عادي اما حاجة عندي طرفين ثم لازم كلمة زان كلمة زان بقى دي قلت لك انا جاية جدا جدا جاية المشكلة بتاعتي في القبلية لو انا عندي صفة قصيرة هنزود لو انا عندي صفة طويلة هنحط بلايك كلمة مور او لسي يعني ايه تعالي اخد مثال لو انا جيت بتلك كده الولا عالي قالك از طولار زان روم عالي اطول من روم لو جينا ركزنا كده وانسا من لك طبعا دي لو الجملة دي هقولك ديه كومباريتف يعني مقارنة اذا الجملة كومباريتف عرفت من ايه اولا عندي طرفين المقارنة ثم كلمة زان وده عندي حاجات اساسية اذا جملة كومباريتف لازم يكون عندي طرفين ثم كلمة زان ثم كلمة زان كلمة زان بقيل يا بلان لو عندي يا بلان صفة قاصيرة هنزود لها اي ار لو عندها بلها صفة قاصرة هنزود لها اي ار طب ركز معايا لو انا جيت وتلك كده يعني الطائرة قالك نصلي على صورة طبعا نفس الكلام الجملة دي مقارنة طبعي عرفت منين لكم باريت اولا عندي طرفين المقارنة ادي عندي بلين وادي عندي قر وعندي كلمة زين كلمة زين لما تحطب لها صفة طويلة حطينا كلمة مور او لس مور يعني اكثر لس يعني اقل اذا في المقارنة انا محتاج عندي طرفين وكلمة زين اذا في المقارنة انا محتاج عندي طرفين المقارنة ثم كلمة زين دي عاجات اساسية كلمة زين باتوا لك الشغل اللي بلي زين يعتمد على نوع الصفة او شكل الصفة لو صفة قصيرة قصيرة هنزود ده صفة طويلة يبقى طبعا مور او لس مور يعني اكثر لس يعني اقل تمام كده نسمي الله بقى تعال ايه ده نسمي الله كده تعال بسم الله لو جينا بصينا مع بعض في بعض الصفات القصيرة هناك هناك بعض الصفات القصيرة شكلها بيتغير عند اضافة او زي ايه لو جينا بصينا كلمة جود ما ينفعش انزود ده بتوبها اسمها بيطر كلمة بيد ما ينفعش انزود ده او بتوبها وورس كلمة ليتل ما ينفعش انزود ده او بتوبها لس كلمة فار ما ينفعش انزود ده او بتوبها فارزر بالاي وفارزر باليو نركز اوي في العتة اللي جايه اذا نسمي الله هناك بعض الصفات في عندي صفات شكلها بيتغير عند اضافة كلمة جود ما ينفعش انزود ده او بيطر بيطر اس بات بتوبها وورس منيو متش بتوبها مور لتل بتوبها لس كلمة فار بيتوبها فارزر بالايه وفارزر باليو كلمة فارزر لما توبها بالايه دي للمسافات اما باليو كانك قلت كلمة مور بالظبط اذا كلمة فارزر كده كده لما يجي نزود ده او ما تنفعش هتوبها فارزر بالايه او باليو بالنسبة لفارزر بالايه للمسافات اما فارزر باليو بتسوي كلمة مور بتسوي كلمة مور خلي بالك بقى سمي الله لو انا جيت قلت لك كده قالك كايرو يعني القايرة قالك از فارزر زان لكسر قالك تو اسوام تعالى بقى لو جينا بصينا اس فروم اسوام حكتب المسال ده تاني معلش تاني كايرو يعني القايرة از فارزر زان لكسر قالك فروم اسوام لو جينا عندنا قالك القايرة قالك از فارزر زان يعني ابعد من لكسر فروم اسوام معنى الكلام ان القايرة ابعد من اسوام بالنسبة للقايرة لو جينا بصينا عان عدتنا هنا كلمة اى لان الا دي للمسافات بالنسبة لكلمة فارزر خدنا فارزر بالا لان طبعا فارزر بالا للمسافات اما باليو طبعا للكميات او بتسوي كلمة مور او بتسوي كلمة مور او بتسوي كلمة مور ما علينا نستمي بقى اللي انا كده ونركز مع بعض ازن خلاص الكلام بتاعنا لما جينا التفانى قلنا عشان اقارم لازم يكون عندي طرفين مقارنة ثم عندنا كلمة زان. كلمة زان حسب الصفة. لو صفة كصيرة بنزود لا يا ار. لو صفة طويلة بنحط مر او لس. اذا كلمة زان مشكلتها في الصفة اللي يبدا. قصيرها معاملة طويلة معاملة. صفة قصيرة بنزود لا يا ار. صفة طويلة مر او لس. مر يعني اكثر لس يعني اقل. واتفاعلنا مع بعض ان في صفات قصيرة شكلها بيتغير. كلمة تبقى بيطر بات بتبقى وورس مني ماتش بتبقى مور لت بتبقى لس فار فاردر بيلاه وباليو بيلاه للمسافات بليو طبعا اكينك بزبط قلت كلمة مور تعالى نكمل مع بعض نسمي الله يا بركة باسم الله لو انا جيت قلت لك الولا علي قالك از بيطر زين رامي اتشيس الولا علي از بيطر زين لو جينا بصينا قادي عندنا لو جينا بصينا قادي عندي كلمة زين وقادي صفة قصيرة لأصلا كلمة جود وجينا زودنا الار بات بيطر معنى الكلام لو قلت لعلي از بيطر زين افضل من رامي في الشطران ركز بقى في الكلام اللي يتقال كويس جدا بسم الله توكلنا عليك يا كاري مرة اللي جاي انا كده خلصنا عدة الكمباراتف كده خلصناه الفكار وفنيات بنسبة للمقارنة الفكار وفنيات بنسبة للمقارنة ركز اوي كده باللعج بسم الله اول حتة عندنا الولاي انها تفتي معك لما يكون عندي مقارنة لازم طرفين المقارنة لازم طرفين المقارنة ولازم كلمة زين وكلمة زين لو جاب لها صفة قصيرة صفة قاسيرة وعندي صفة طاويلة الصفة القاسيرة هنزود لها اي ار الصفة الطاويلة عايزة مور اوليس نصلي على رسولي لبقى ركز اوي ازا المقارنة انا محتاجة عندي طرفين المقارنة ثم كلمات زين زين لو بلا صفة قاسيرة هنزود لها اي ار صفة طاويلة مور اوليس ركز بمعاني قاعدة الكمباراتيف قال لي في عندي سبع كلمات السبع الكلمات هتتحط هتتحط قبل الصفة بتاعتي سواء قاسيرة او طويلة بالاضافات هذه الكلمات لا تؤثر على القاعدة هتسيب القاعدة زين ما هي يعني هتتحط يجد عن ديكور كلها تعمله تدي معنا ايه الكلمات قال لي عندي كلمة قابت كلمة قاعدة كلمة 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 كلم ما هي. كل اللي عملته هذه الكلمات. كل اللي عملته هذه الكلمات. اضافت معنا. كلمة لازم 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 خلي بقلك من الكلام. لازم 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 كلمة زي ما انا كتبها بالضبط كلمة ايفن كلمة ايفن كلمة فارغ ايفن كلمة ايفن كلمة فارغ لو جينا ركزنا التلات كلمات دول بمعنى قليل التلات كلمات او الاربع كلمات دهت بمعنى كسير هذه الكلمات لما كتبت لاحز كده القادة زي مية اذا هذه الكلمات هتدي معنى بس هذه الكلمات هتدي معنى بس نسمي الله لو جينا بصينا كده قلت لك الولا علي قال لك is older than from. لو جينا بصينا للجملة بتاعتنا ادي عندي عالي وادي رامي. ادي الطرفين وادي كلمة than اذا كده الاحاجات بتاعت بتاعة جملة المقارنة موجودة ادي الطرفين وادي زان. وادي الصباح بتاعتين زود لها اي ار. اذا القعدة بتاعت ايه كاملة اذا القعدة بتاعت ايه كاملة. اذا القعدة بتاعت جملة. كلنا ما بعض الكلمات اللي ممكن تتحط قبل القعدة دي وهتديني معنى كل ما احتاجه ان هذه الكلمات تدي معنى لو عطت قبل يعني قليل قليل يعني قليل يعني قليل يعني قليل يعني كثير لو جينا بصينا وحطينا كده كلمات معنى الكلام ان الولاي عالي اكبر من رمي بس بايه بكتير معنى الكلام عالي اكبر من رمي بس فرق السن كبير جدا تعالى نبص على جملة كمان لو قتلك كده البت سالي قلك از قلك قالتل طول زان مونة ازف طولر زان مونة لو جينا بصينا على الجملة بتاعتنا ادي عندي سالي ادي الطرفين بتاعوتي وادي كلمة زان وادي الصفة بتاعتي ار ازن القاعدة بتاعتي كاملة مكتملة بدم القاعدة بتاعتي بتاعت الكمبراتيف بدم القاعدة بتاعتي بتاعت الكمبراتيف كاملة ازن عندي سبع كلمات يوم السبع كلمات كلمة ابيت اليتل سلايتلي خلي بالك الكلمة ما تنقص عرف ولا تتعرف. قال لك. هذه الكلمات تضحط أب صغط المقارنة لما تكون كاملة. هذه الكلمات ما بتعملش حاجة في القاعدة. لا تؤثر على القاعدة. ولكن هذه الكلمات تضيف معنى. هذه الكلمات تضيف معنى مش أكثر ولا قال. تعال ناخد مثال كمان. لو انا جيت قلت لك كده. قال لك يعني الطائرة. الطيارة. قال لك is not more comfortable. اكتب اعيد المعالشين. قال لك is more comfortable than the car. لو جينا بصينا الرجل حطيلي في الاغترات عندي وعندي وعندي وعندنا كمان كلمة وعندي كمان كلمة تعال نبص كده ونصلي على رسوليات. قال لك الجملة بتاعتي واضح انها مقارنة. اه دي عندي زين. وادي صفة طويلة. حطيلك مور. اذا القاعدة كاملة. اذا قاعدة كاملة. طول ما القاعدة كاملة بتاعة المقارنة. اذا قاعدة لازم طول ما هي كاملة اصد ان الصفة بتاعتي كصيرة في ار صفة طويلة مور اوليس. بدعم القاعدة كاملة انا محتاج سبع كلمات. هزي الكلمات ابيت. اليتل سلايتلي متش. الوت ايفين. اذا السبع كلمات ابيت. اليتل سلايتلي متش. الوت ايفين فار. لو جينا بصينا طبعا الوت بس مش الوت طبعا لتل بس. ايسي بقى لتل بس. ما نفعش لتل. مني ما تنفعش. اذا الحل بتاعي يبقى ماتش. لو جينا بصينا للمعنى الجملة. قالك تابلين الطائرة. از ماتش. از ماتش مور اكسبي. از ماتش مور كومفورتابل زين. معنى الكلام ان الطائرة. قالك اقصر راحة بكسير. اريح بكتير من طبعا العربية. ناخد مثال كمان. بسم الله. لو انا جيت قلت لك كده. الايفون. ولا بلاش الايفون. نقول لي. زا لين. زا لين. الاسد. قالك از مور دين جراس. زان زا دوك. لو جينا بصينا عندنا. حطي لي كلمة فار. حطي لنا كمان كلمة ميني. و قادي عندي لوتس. و عندي كمان سلايت. تعالا نبص كده و نسمي الله. يا بركة بسم الله. لو جينا بصينا كده. ركز معاك ده الصلاة الرسول ها. قادي عندي مقارنة. واضح انها مقارنة. قادي عندي دلين. قادي عندي الطرفي التانية ده دج. عندي كلمة زان. وزان صفة طويلة اديمور. ازا القاعدة بتاعت المقارنة كاملة. طول ما هي كاملة عندك سبع كلمات. نقول لهم مع بعض. من غير ما تشوفهم كده. تعالوا نبص. عايز ما ينفعش عايز ما ينفعش عايز ازا الحالة بتاعي فار. لما نيجي نبص الجملة. ولك الاسب اكثر خطورة بكسير. يعني فرق الخطورة بينه بين الكالب كتير. ازا تاني لما تكون المقارنة كاملة مكتملة. لما تكون قاعدة. المقارنة كاملة مكتملة عندي سبع كلمات. قلنا الصفة دي او جزايه بتاعت المقارنة. صفات المقارنة. ا criticized الطرفين صفات المقارنة بتاعة الطرفين. وعندي كلمة زان كلمة زان مش مسؤول عن حاجة. لكن المشكلة في الابلال. لو الصفة صفة قصيرة هنزا ودهور صفة طاويلة هنحط طبعا مور او لس. تمام. تعال نكمل مع بعض باية الافكار بتاعتنا. يا بركة بسم الله. لو جينا بصينا احنا اتفانا ان كلمة زان ركز. طبعا كده كده عندنا طرفين. لكن بتكلم على زان. كلمة زان لو عندي صفة طاويلة. قالك بنحط عندي مور او لس. مور يعني اكفر. لس يعني اقل. اذا للمشكلة هنا في كلمة زان لو صفة طاويلة مور او لس. طب نركز بقى في العدة اللي جاية يا شباب. عندنا كلمة زان. كلمة زان. لو جيب لها صفة كاصيرة. قالك لو جيب لها صفة كاصيرة ممكن نحط لها ايار. ده حل. اذا كلمة زان لو عندي صفة كاصيرة بنحط لها ايار. تبركز معي. كلمة زان. اي. قالك انت ليس سايل. لو انا عندي صفة كاصيرة بنزود لها ايار. قالك كلمة زان لو عندك صفة كاصيرة بنزود لها ايار. قالك ممكن ساعدتك تستغن عن ال ايار وتحط لس. ما ينفعش مور. اذا الصفة القصيرة عندك حلين. الطويلة بعضت مور اوليس من غير اي اضافة. اما عندي كلمة زان. لما اتحط تبلها صفة كاصيرة عندي حلين. اما زود للصفة كاصيرة ايار او اشيل ال ايار وعطي كلمة لس. يعني ايه? تعالك كده نركز مع بعض. لو انا جيت قلت لك كده علي. قالك از طولر زان رامي. لو جينا بصينا. اه يا دي كلمة زان. وادي صفة قصيرة زودنا لها ايار. ادي صفة قصيرة زودنا لها ايار. طب تعالي. انا ممكن استغنى عن ال ايار. وحطي مكانها كلمة لس. معنى الكلام ان الولا علي از. لس طول اقل طولا من رامي. اذا الصفة القصيرة اذا الصفة القصيرة اذا الصفة القصيرة ممكن اعمل اتي. ادي عندي صفة قصيرة بزود ايار. ممكن ما حطي شلي ايار وحطي بدل ايار كلمة لس. اذا تاني الصفة القصيرة ياما زود لايار ياما شلي ايار وحطي كلمة لس. تعالي ناخد مثال على الحتة دي. لو انا جيت قلت لك الولا رامي. سمي الله. الولا رامي. قلت لك is not than علي. لو قلت لك as old. وكتبت oldest. وكتبت less old. وكمان less. اولدر. نصلي على رسول الله. معارش اكتبك كده بوضوح. عشان الناس اللي نظرها ضعيف. ايه. ادي عندي less old. و ادي less older. نسمي الله ونصلي على رسول الله. لو جينا بصينا ادي كلمة زين. كلمة زين. تقول لك لو انا عندي صفة قصيرة عايزها في ايار او هشيل يار وحطي لس. اذا ما نفعش اس old ولا ينفع oldest. اذا كلمة زين. تقول لك انا عايز الصفة بتاعتي في ايار في ايار بس هنا في كلمة تلس. اذا الصفة القصيرة اذا الصفة القصيرة اذا كلمة زين مع الصفة القصيرة اما انا اعطي كلمة لس اما اعط يعني واحدة لاتنين دي اما دي دي اما دي يعني لس اما كلمة يار اسف او عارف عشان كده حالة بتاعي لس اول ما ينفعش ايار لان فين كلمة لس. اذا كلمة زين لو تحطب لها صفة طويلة مور او لس. كلمة زين كلمة زين لو تحطب لها كلمة زين لو تحطب لها صفة طويلة مور او لس. طب كلمة زين لو تحطب لها صفة قصيرة هوبا مين اي ار اما كلمة لس. يعني يا دي يا دي ما ما ينفعش الاثنين مع بعض. يا دي يا دي. نعيد. ناخد مثال تاني. ناخد مثال تاني. قال لك الولاء رومي. قال لك از موت. فات. او فاست. زين. عالي. اداني في اختاراتي عندي. و ادي كمان لس. و ادي كمان كلمة مور. و ادي كمان كلمة مين. لو جينا بصينا القاعدة بتاعتنا. ادي عندي زين. و زين عايزة قبلها صفة قصيرة فيها اي ار. و انا ما عنديش ار. اذا الصفة القصيرة. يا ما زود لها اي ار. او احط ما كانة كلمة لس. تمام? نركز مع بعض في الحتة اللي جاي. بسم الله. ساعات ساعاتك ساعات ساعاتك بنحط كلمة زين. كلمة زين ايه? و ادي الصفة بتاعت في اي ار. ادي الصفة بتاعت اي ار. ممكن احط الصفات المقارنة. كلمة زين من غير اي صفات المقارنة. اي ار من غير كلمة زين. اذا ممكن احط المقارنة بتاعتي من غير كلمة زان. تاني ممكن احط المقارنة بتاعتي من غير كلمة زان. ممكن احط المقارنة بتاعتي من غير كلمة زان. ازاي? صلي على رسول الله. لو جينا بصينا. انا عشان احطي كلمة زان لازم عندي الطرفين. عشان احطي كلمة زان لازم عندي الطرفين. لو انا شلت الطرف الثاني زان هتتشال. لو انا شلت الطرف الثاني زان هتتشال. يعني ايه? لو انا جيت قلت لك كده علي. قال لك از طولر زان رامي. الولى علي اطول من رامي. لو جينا بصينا. ادي الطرف الولاني. و ادي الطرف الثاني رامي. طب انا لو شلت رامي. ازان زان دي لازم تتشال. تاني اضطرت في التاني اتشال. اذا كلمة زان لازم تتشال. يعني ايه الكلام ده? نسمي الله كده بقى ونصلي على رسول الله. لو انا جيت قلت لك الولى علي. قال لك از طول. علي طويل. بط ولكن رامي از نقط. تعال بقى هناو. قال لك الولى علي. علي طويل. بط ولكن رامي از. از. يا طرى بقى جدعان. طولست. ولا طولر. ولا از طول. ولا سو طول. لو جينا بصينا. قال لك الولى علي والولى رامي. بدم عند الطرفين. ازان مقارنة. ازان ادي علي ودي رامي. ازان مقارنة. بس المقارنة هنا جايب صغيرة غريبة. قال لك علي طويل. بط ولكن رامي از طولر. ولكن رامي اطول منه. تعال بقى. ادينا كتبنا طولر ايار من غير كلمة زان. لعدم موجود الطرفي التاني بعدها. ازان كلمة زان لو اتحطت الطرفي التاني لازم اتحط. الطرفي التاني تشال. هعطي الصفة بتاعت ايار وتقفى من المعنى. قال لك علي. علي طويل. بط ولكن رامي. ولكن رامي ايه? اطول. لو كنا جميلة بقى. زان علي. ازان علي طول. علي طويل. بط ولكن رامي. از طولر. اطول من مين? من علي. هناخد مسال تاني. قال لك تو دي. تو دي. قال لك ات. از. كول. الجو. ساعة. بط ولكن. يستر دي. ولكن امس. ووووز كزا. اداني في اختاراتي. ادي عندي كولدر. و ادي كولدر زان. و ادي كولدست. و ادي از كولد. نسمي الله. و نصلي على رسول الله. يا بركة بسم الله. ادي عندي تو دي. و عندي استردين. ازان طرفين. النهاردة و مبارك. ازان مقارنة. بدل مقارنة يبقى عايز اي ار. مشكلتي بقى في اي ار المقارنة احطي ذان ولا محطيش زان. انا قلت لك احطي زان. احطي زان. لو في طرف تاني. هنا مفيش طرف تاني. ازا احط المقارنة بتاعتي من غير كلمة زان. وتوفم المعنى. تو دي. النهاردة. اتسكولد. النهاردة تجو ساعة. ولكن يا استر دي. ولكن انبارح. كان اسقع. كان اسقع. في مشكلة جميلة الحتة دي. تعال. الفكرة التانية هي. الفكرة التانية ان انا عندي الصفة بتاعت بتاعت المقارنة بتتحط من غير كلمة زان. صفة المقارنة للكمبراتيب بتتحط من غير كلمة زان في السؤال اللي فيه كلمة اور. تاني. ازا صفة المقارنة بحطت عندي اي ار او طبعا صفة طويلة عادي. صفة طويلة عادي. من غير كلمة زان. في السؤال اللي فيه كلمة اور. يعني. لو انا جيت قلت لك كده. قالك هو. ايومة اطول. علي. اور. رامي. علي. ولا رامي. لو جينا بصينا. ادي عندي صفة المقارنة اي ار. حطتها. من غير كلمة زان. والسبب هنا السؤال بتاعك كلمة اور. وخلي بالك من كمان. هنا ما فيش طرف اولاني. ليس لك? عشان احط تسان لازم الطرفين. لو الطرف مشي زان تمشي. تعالي ناخد مثال كمان. لو قلت لك كده. قالك ويتش. قالك از مور اكسي بنسيف. زا قار. قالك اور زا. ولا الطيارة. لو جينا بصينا. ادي مور المفروض يا جدعان. احط عندي كلمة ايه? زان. هنا ما عطنا الزان. لاني ده السؤال بتاعك كلمة اور. ده السؤال بتاعك كلمة اور. التاني. ازا ممكن احط الجملة بتاعتي بتاعة المقارنة من غير كلمة زان. في الاتتين اللي تقالوا. يا رب تكون وصلت. نسمي الله في الاتتة اللي جاية. بسم الله. تعالي بنركز كده عايز ناس معلمة. عايز ناس معلمة. بسم الله. بنسبة في اتة جزئة حلوة. طول ما انت بتقارن ما بين اتنين ازا في ار. يعني ايه? صلي على رسول الله. ساعة صفة المقارنة. صفة المقارنة ايه? الامين بتاعة المقارنة. ادي عندي زا. بحط بعدها صفة اي ار. لو اتحط بعدها اف. زا تو. اف زا توينز. اف زا قابل. خلي بالك من الكلام. رغم اننا في زا حطينا الصفة بتاعتي ار. بس حطي الكلام ده زا صفة ار. لما قولي زا تو في اتنين. زا توينز. في اتنين. ده قابل يعني اتنين. لو انا جيت قلت لك كده. تعال اركز. قالك الولا علي. قالك از زا طولر. اف زا تو. اف زا تو. لو جينا بصينا يا رجالة. ادي عندي طولر. ايه. ما في الزان. قلت لك زا صفة اي ار. لو اتحط بعدها. اف زا تو. لو اتحط بعدها. ذا توينز. لو اتحط بعدها ذا قابل. اذا بيكلم في اتنين. اذا بيكلم في اتنين. اذا الولا علي. از زا طولر اف زا تو. هو الاطول في الاتنين. هو الاطول في الاتنين. تعال ناخد مثال تاني لو قلتلك كده البت سالي قلك is the not of the two sisters اداني في الاختارات عندي add old وadd older وadd oldest وadd as old طيب الطبيعي عندك ان كلمة زا عايزة is the team طيب لو جينا كاملنا is the not of the two of the two طول ما في اتنين يبقى انت عايز صفة يار يبقى البت سالي is the older of the two هي الاطول في الاتنين هي الاطول في الاتنين تمام نغش على حتة كمان تسمي اللي بقى ركز اوي في الجزء اللي جاي ممكن الراجل يتخلينا شغل قديم بتاع اول اعدادي والتاني اعدادي في القاعدة بتاعتنا ازاي بسم الله طبعا عندنا لو جينا بصينا لو جينا بصينا كلمة فيون لو جينا زودنا لا اي ار بتبقى في ور زين طب كلمة لتل كلمة لتل لو جينا زودنا لا اي ار بتبقى طبعا لس زين طبعا انا عايز ايه من حتة دي سام الله يا بركة بسم الله لو جينا بصينا انا عندي كلمة في ور لو عطينا معا زان كلمة لو عطينا معا زان هنا بقى فيور زان وعندي لزان المشكلة عندي في نوع الجامع في نوع الجامع هنا لازم جامع يعد امنى جامع لا يعد اذا انساعدتك انت عندك زان ممكن اخط فيور ولس طبعا فيور عايزة جامع يعد لس عايزة جامع لا يعد ازاي تعم بص على المسال الجامع ده لو قلتلك كده اي هاف نوات ماني زان علي اداني في اختاراتي ادي عندي ماتش و ادي عندي فيور و ادي عندي لس و ادي كمان لتل نسمي الله يا بركة بسم الله لو جينا بصينا اي اف نوات ماني زان زان. ادي عندي زان. بدم زان اذا محتاج صفة اي ار. اذا ما تنفعش ولا تنفع لتل. ما تنفعش ولا تنفع لتل. اذا طبعا هنا بقى المشكلة في نوع جمع. كلمة اطماني جمع لا يعد لبقى الحل بتاعي كلمة لس. انا اخد مثال تاني. قلك البيت تأسالي. هاز نقط زان مونة. اداني في اختاراتي عندي ادي ميني. و ادي كمان كلمة ماتش. هعطي لك دولة خمس اختارات. و ادي لتل. و ادي لس. و ادي في ور. بسم الله. لو جينا ركزنا عندي كويس. ادي عندي زان. كلمة اتزان تقولك انا عايزة صفة اي ار. لازم. من حق ايه? اذا لا ميني ولا ماتش ولا لتل. اذا ليس و في ور. طبعا هنا بقى لعكم نوع جمع. جمع يوعد. وبالتالي ناخد كلمة في ور. وبالتالي هناخد كلمة في ور. هتفهمت بتالي? كده اديات مهمة جدا جدا جدا. نركز تاني. هاخد مثال كمان. بسم الله. لو اتلك الولا علي. علي. قال لك ازبند صرف نواط ماني زان مين. اداني في اختاراتي عندي ادي كلمة ميني. و ادي كلمة مور. و ادي كلمة تعالى. لو جينا بصينا. ادي عندي زان معتاج سفة اي ار. يبقى لا ميني ولا لتل. اذا يا اما مور يا اما في ور. ماني جمع لا يوعد. ما ينفعش في ور. هتبقى مور. لان كلمة مور جاية من ماتشو ميني. كلمة مور جاية من ماتشو ميني. كده جزئية المقارنة تقريبا اتقالت بجامعة افقارة. كده جزئية المقارنة اتقالت بجامعة افقارة. تعالى كده نقولي الكلام دوت من الاول تاني كده و نسمي الله سريعا. لو جينا بصينا على الدرس بتاعنا او. طبعا الصفات عندي في عندي تلات فئات كمباراتيف سوبرلاتيف ايكوالاتيف. يعني اتكلمنا على كمباراتيف. قبلة من اتكلمة على كمباراتيف الصفات عندي نوعين. صفة قصيرة صفة طويلة. شكلها صغير شكلها طويل. لما نيجي نقارن تلك لازم عندي حاجات اساسية. طبعا طرفين المقارنة ثم كلمة زين. كلمة زين لو اتحطت قبلها صفة قصيرة بينزود لا صفة طويلة مور او لس مور يعني اكثر لس يعني اقل. جينا اتكلمنا بعد كده. قلنا ان وانا بحل جملة بتاعتي المشكلة عندي مش في كلمة زين. لما تكون عندي زين مشكلة عندي في نوع الصفة. صفة قصيرة بينزود صفة طويلة مور او لس. خلي بالك مور ونس بتتكلم في المعنى. قلنا في بعض الصفات القصيرة شكلها بيتغير. لما نحطيها جود بتبقى بيطر. بات بتبقى وورس. ميني ماتشت تبقى مور. بتبقى وناخد مساء دلوقتي على دي. جينا بعد كده قلنا لما قاعدة المقارنة تيجي كاملة. كاملة يعني الصفة طويلة مور او لس. لما تيجي كاملة في عندي سبع كلمات كل هذه الكلمات لا تؤثر على قاعدة. قاعدة بتعزمها ولكن بتدي معنى مش اكتر ولا اقل. جينا بعد كده. قلنا. الله ما صلى على النبي. ان كلمة زان عندي الصفة بتاعتي لما تكون صفة قصيرة صفة بتاعتي. يعني ما عطت اي ار. يعني ما عطت كلمة لسم. اذا الصفة القصيرة بزود الله اي ار او كلمة لسم. قلنا برضك ان عندك الزان امكن الصفة بتاعتي ار تتعطر اخر الجملة من غير كلمة زان بس اما حاجة ازاي. من غير كلمة زان لما يكون عندي في طرفين لازم في طرفين يبقى عطي زان. لو في طرف تشال زان هتتشال. وقلنا كمان ان الصفة بتاعتي بفيها اي ار تيجي من غير زان صفة بتاعت في ار تيجي من غير كلمة زان في السؤال اللي في كلمة اور. وقلنا طبعا لحتة الشازة ديت اني زا صفة ار اوف زا توين اوف زا قبل. الحمد لله كده بص برضك لحتة في وروليس اللي بتاعت لازي يعد ولازي لا يعد. يا رب تكون الجزئة ديت اتفاهمت. وهنحل برضك شواء التمارين. ان شاء الله بازن الله هنزل كمان فيديو تاني على صفات مرة واحدة. لان كل المشكلة كانت في صفات المقارنة. السلام عليكم.